زي ما قلت لحضراتكم بواليا مهاجم الفريق النهاردة انضم للمراني الجماعي بعد مخضع الكشف الطبي علشان يتأكدوا أكتر من جهزيته قبل ما يشارك بصورة طبيعية طبعاً نتكلم على التمرينة النهاردة وطبعاً هو كان اتعرض لكدمة في التأسيمة التانية اللي خضع الفريق خلال التدريبات مبارح وده اللي استدعى يمكن خروجه من الملعب واتفحص فحص طبي طبعاً تحت إشراف دكتورنا أحمد أبو عبلى طبيب الفريق وبعد خضوع الجلسة طبعاً علاج طبيعي واستشفى علشان يخفف من هذه الألام شارك النهاردة بشكل طبيعي جداً مع زماني مهم جداً أن بواليا يكون موجود وطبعاً لسه كمان مع أخبار في رئيتنا النهاردة كمان ياسر إبراهيم يمكن أن ياسر المتقلق في الفترة اللي فاتت وبيقدم أداء أكتر من رائع يمكن غاب عن تدريب النهاردة الدكتور أحمد أبو عبلى رئيس الجهاز الطبي عندنا قال إن ياسر إبراهيم اشتكى شوية في التمرين من العدلة الضمة ويمكن حصل على راحة من تمرينة النهاردة على ملعب التيتش استعدادة للمباراة بكرة وأكد أن طبعاً حالة ياسر إبراهيم مش يعني مش صعبة حالة مطمئنة لحد كبير لكن طبعاً الجهاز الفني والجهاز الطبي فضل منح ياسر إبراهيم راحة النهاردة من التمرين يتم بقى تقييم حالته إن شاء الله بعد مباراة سيمبا إن شاء الله يعني ياسر مش متواجد وزي ما سيم قال يمكن القائمة ياسر إبراهيم خارج القائمة لكن كل طبعاً التوفيق ياسر يؤدي أداء أكتر من رائع الفترة اللي فاتت إن شاء الله بإذن الله تكون خفيفة شد خفيف في العدلة الضمة ينضم الفريق إن شاء الله بعد المباراة يا رب إن شاء الله